طبعا مدينة براقش هي المدينة التي عرفت في النقوش اليمنية القديمة المسندية باسم يثل وتقع إلى الجنوب من مديرية الخلف وعلى بعد خمسة كيلو مترات تقريبا من هذه المدينة وقد بنيت هذه المدينة مثل باقي المدن القديمة اليمنية على ربوات صناعية محاطة بأسوار عظيمة ومنيعة عليها أبراج للحماية والمراقبة من كافة الاتجاهات وقد ذكر استرابول اسم هذه المدينة من بين المدن التي احتلها القائد أليس كاليوس أحد قادة الامبراطور الروماني أغسطس خلال حملة العسكرية على أرض اليمن السعيد بين العامين 25 و24